انتزع الدنيا من قلبه احنا ما بنخصمش الدنيا الدنيا مزرعة للاخرة نعم المال الصالح للرجل الصالح من الاتنين لا حسد الا في اثنتين الحسد اللي هو الحسد المحمود في حسد محمود وفي حسد مذموم الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير ده حسد مذموم ام يحسدون الناس ام يحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله اللي احنا بنقرأ عنه في سورة الفلق ومنشرح حسد اذا حسد ده حسد مذموم وبغيض ومقيت اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير انما في حسد محمود بقى لقى واحد بعمل حاجة حلو وقال ما شاء الله يا بخته ربنا يزيده واعمل زيه وابقى زيه الحسد في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس واحد ربنا منعلي بالعلم بقى بيعلم الناس واحد ربنا منعلي بالقرآن وبيحفظ الناس وهكذا ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني على طول انفاق في سبيل الله فسيدنا حارثة عمل كده حط الدنيا في يده في قبضة يده لما في ملف كده لو حبته تقرأه فيه ايه الامور اللي هي فتن وبلاء ومن علامات الساعة ما هي بين يده الساعة فتن كقطع الليل المظلم هتلاقوا فيه احاديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت لنا الامور دي اللي لو شفت حاجة منها استعيذ بربنا ويعرف ان اليوم قربت طيب منها ايه على سبيل المثال يعني ما احنا مش هنعدد فيها دلوقتي مش هنعدها لحضراتكم دلوقتي اذا صارت الزكاة مغرما الاصل ان احنا بننظر للزكاة المؤمن باس بينظر للزكاة على انها نعمة كبيرة ليه يخذ من اموالهم صدقة ليه ليه ندفع صدقة تطهرهم بتطهر من الدنس والحاجات الوحشة بتطهر الاغنية من البخل والشح بتطهر الفقير من الحقد والغل بتطهر المال بتطهر المجتمع من الطبقية والناس فوق وناس في البير مش هقولك في القابل في البير فبتطهر الله الزكاة دي حلو قوي الحمد لله على نعمة الزكاة الحمد لله على نعمة الزكاة بتطهر وتزكيهم بترفع بترفع اه الزكاة الارض الزكوة يعني الارض المرتفعة الله الزكاة دي حلو قوي طيب لو الناس بصت للزكاة على انها ضريبة على انها غرم يوه هدفع ايه بس لأي ما هتقوم اذا اطاع الرجل زوجته وعق أمه ايه بس 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 ليه ما هتقوم دي مصيبة سودة احنا بنقولهش ما تسمعش كلام زوجتك لو اطاع زوجته وبر أمه مؤمن على راسنا شوف ازاي اه اذا البنت يعني لذيذة ولطيفة وزي الفل مع صاحبتها وامرها ناهية على امها ايه ده لا 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 اللي هي ما هتقوم